سلام عليكم. هنستعرض مع بعض خلال الفيديو ده اهم عشرين فيلم في العشرين سنة اللي فاتت في السينما المصرعي. من سنة الفين واثنين لحد سنة الفين اتنين وعشرين. هنقول ايه اهم فيلم في كل سنة من السنوات دي. ونبدأ مع بعض على طول مع سنة الفين واثنين وطبعا العودة الكبيرة وقتها للنجمة عاد الامام اللي كان منقطع عن السينما في فيلمه امير الظلام وكان فيلم جيد جدا وحقق نجاح كبير جدا وعجبني على مستوى الشخصي والقايمة دي كلها من رأي الشخصي طبعا. كمان ما زلنا في الفين واثنين وكمان هيشاركه في افضل فيلم في الفين واثنين في وجهة نظري هو فيلم مافيا طبعا للنجمة احمد الساقة اللي كان جديد من نوعه وكان اول فيلم اكشل للنجمة احمد الساقة وقتها. ندخل مع بعض بعد كده على سنة الفين وتلاتة اللي كان من وجهة نظري من انجح الافلام فيلم سهر اللي قال لي مش بس في الفين وتلاتة في تاريخ السينما المصرية كلها. هنأول مرة نشوف الشلة والتجميعة بتاعة الفنين والفنات ومناقشة القضايا اللي تمت في الفيلم بشكل جريء لحد جبيه. ندخل بعد كده على سنة الفين واربعة. ومن وجهة نظر المتوضع على فيلم احلى الاوقات كان فعلا من احلى الافلام في سنة الفين واربعة وهو ادي له افضل فيلم في الفين واربعة. وكلنا فاكرين طبعا الجملة الشهيرة ما بين يسرية ابراهيم وهي بتقول له ما بتجيب ليش وارد ليه ابراهيم. ندخل بعد كده على سنة الفين وخمسة وفيلمين كبار لنجمين كبار هما اللي نجحوا في وجهة نظري قوي على المستوى الفني. فيلم السفارة في العمارة وكمان فيلم دم الغزال للنجم نور الشريف والاتنين كانوا فيلمين رائعين. ندخل على سنة الفين وستة وواحد من انجح افلام من نجم كريمة عبدالعزيز واحد من الناس وكمان واحد من انجح افلام احمد السقق عن الحش والهوى. وكمان اخر اعمال النجم الراحل احمد زاكي فيلم حليم طبعا لازم يتحط في الافضل في الفين وستة. وكمان التجربة اللي كانت جديدة وقتها اوقات فراغ للنجم احمد وكريم قاسم وعمر عابد طبعا ما كانش حد يعرفهم ساعدة. اما بقى الفين وسبعة اكتساح للنجم احمد السقق فيلمين فيلم الجزيرة اللي هو الفيلم الخالد طبعا في افلام الاكشن المصر وكمان الفيلم الرومانسي الرائع طيمور وشفية اللي من اجمل الافلام الرومانسية. كمان الزعيم عاد الامام رجع بقى عشان يتربى على العرش تاني بفيلم وقتها مرجان احمد مركان. ندخل بقى على الفيلم تمانية وفيلم وحيد بالنسبة لي هو الافضل هو فيلم ورقة شفرة. الفيلم وقتها اللي تم اكتشاف فيه السلاسة اللي بعد كده امتعونا وما زالوا بيمتعونا هشام وفاهم وشيكو. اللي كان وقتها تجربة غريبة وتجربة فريدة. اما بقى الفين وتسعة عام الاعمال الرائعة. من اعظم افلام كريم عبدالعزيز فيلم ولاد العام. كمان من اعظم افلام مكي فيلم تيرنتا. فيلم الكوميدي كما يجب ان يكون. وكمان من اعظم افلام احمد حلمي طبعا فيلم الف مبروك اللي استمتعنا بوقتها. والنجم احمد الساقة توج مجهوده فيلم ابراهيم الابيض اللي كان اول اخراج لمران حامد اللي غير بعد كده السينما المصري. الفين وعشرة فيها اعظم فيلم لاحمد حلمي في تاريخه على الاطلاق. فيلم عسى لسود طبعا. وكمان بداية ظهور المخرج محمد دياب اللي عمل فيلم الرائع ستة سبعة تماني. عشان يناقش قضية جريئة جدا وقتها. الفين وواحداشر بقى فيها فيلم برضو من اروع افلام احمد حلمي فيلم اكس لارج. فان بيواصل تقلقه. اما النجم احمد عزة قدم وقتها من اعظم افلام الرومانسية تلتمية خمسة وستين يوم سعادة. والاغنية الشهيرة طبعا لواء الجسار. نخبل ايه? شارك البطولة طبعا النجم دوني سامر غالجان. الفين واتناشر طبعا لقاء عملكة. لقاء السحاب. النجم احمد السقا والنجم احمد عزة وفعلا كان على قد مستوى التوقعات. والفيلم نجح نجاح كبير ومن وجهة نظري هو افضل افلام الفين واتناشر طبعا للمخرجة سندراناشا. فيلم المصلح. اما بقى في الفين وتلاتاشر فبيقدم الخالدان فيلم عبقري. فيلم الحرامي والعبيد طبعا للمخرج محمد مصطفى. عجبني جدا. وبيواصل كمان احمد عزة تقلقه المراضي منفردا. بشاركه البطولة احمد رجع في دور جديد عليه فيلم الحفلة. اللي نجح بشدة وقتها. الفين واربعتاشر اقوى موسم سينمائي فعلا. كمية اراضات اتحققت في الموسم ده وكمية افلام نزلت. احمد السقا رجع مع الجزيرة اتنين مع طبعا كتابة الديابية واخراج المخرج العبقري شريف عرفة وفيلم حقق نجاح وملايين كتير. الفين لازرق ظهر الجزء الاول وطبعا مروان حامد وكمان المكاتب احمد مراد وعبقرية كريمة عبدالعزيز. السلاسة عمل فيلم الاشهر ليهم على الاطلاق واخر فيلم عملوه مع بعض. الحرب العالمية التالتة للمخرج كمان العبقري عبقري الكوميدي احمد الجندي. كمان فيلم اللي مؤخزة ظهر اللي هو طبعا تأليف واخراج عمر سلامة المخرج العبقري رجع بقوة يبدع. وكمان محمد خان اخيرا رجع لنا وعمل فيلم فتاة المصنع لياسمين الرئيس عشان خاطر يدخل هو كمان السباق للافضل وما قدرتش مختارش خمس افلام من الفين واربعتاشر. فافضل الافلام. ندخل بقى على الفين وخمستاشر وطبعا احمد عزيزي قدم اول اجزاء سلسلته الشهيرة وراد رزق الحقق اراضات عالية جدا جدا نتوكات تكون من اعلى اراضات عشر افلام في تاريخ السينما المصرية. كمان عجبني سنتها فيلم اسوار الامر اللي قدمته مونة زاكي طبعا مع اسر ياسين وعمر سعى. ندخل بعد كده على الفين وستاشر فيلم من تلاتين سنة طبعا اللي كان بطولة نهوبة كبيرة من النجوم من ضمنهم طبعا نجم احمد السقق وشريف مونيك. كمان فيلم اشتباك لمحمد دياب. فيلم حقق نجاح جماهيري. وكمان نجاح فني كبير جدا واعجبني جدا. بعد كده الفين وسبعتاشر سنة كانت مليئة بالافلام المهمة. يقباني اصلي فيلم الاحمد عيد بيناش قضية مهمة جدا. كمان عمر سعد قدم مولانا من اروع الافلام طبعا. وبرده كان بيناش قضية جريئة وقتها. كمان بقى النجم. المخرج احمد الجندي عمل توليفة غريبة كده. حقق بها نجاح كبير جدا في البنك الحظ فيلم كوميدي رائع. كمان احمد عز كمل مسيرته وعمل سنة دي فيلم الخلية سنة الفين وسبعتاشر وحقق نجاح جماهيري كبير جدا. ومن فرقه وجهة نظر الفيلم من اروع الافلام. كمان محمد رمضان اشتغل مع شريف عرفة وحقق نجاح كبير جدا فيلم الكنز وكمان قدم محمد ساعد دور كديد عليه. واحد من اهم افلام محمد رمضان في تاريخه السينمائي. بيترميمة كمان قدم مع احمد الفشاوي القرد بيتكلم وفيلم حقق نجاح ما كانش مطاقة. ادخل بقى على الفين وتمنتاشر ورائعة احمد مراد قصة اللي حولوها الفيلم سينمائي واخراج مروان حامد بالتأكيد فيلم ترابل ماس للنجمة اسر ياسين وطبعا كان فيه النجم الكبير عيزة العليلي وبونجة نظري واحد من اهم الافلام. امير قرارة بيقتحم السينما باول افلام وفيلم حرب كرموز اللي حقق ارادات عالية جدا جدا وكان نجح جماهريا ونجح كمان فنية. فيلم خلويس للنجم احمد عيد في الفين وتمنتاشر كمان عشان يكمل المسيرة. فيلم بيناقش قضية مهمة جدا جدا وجريئة جدا. الفيلم بقى ده واحد من اهم الافلام اللي بيتمتعني شخصيا فيلم طلق اصناعي. مجد الكدواني برضو بيقتحم السينما وبيعمل الفيلم. مع الديابية طبعا فيلم صناعة عيلة الديابية من اول لالف للياء وفيلم هادف جدا. ندخل بعد جدا على الفين وتسعتاشر عشان كريمة عبدالعزيز يكمل الفيل لازرق بالفيل لازرق اتنين. نحقق نجاح اقوى وارادات اكتر من فيل لازرق واحد وعشان خاطر يبقى كريمة عبدالعزيز بينافس نفسه فعلا. وهندي صبري قدمت دور رائع هي وقياد نصار في الفيلم. والفيلم وقتها وسل لاعلى اراد في تاريخ السينما المصرية على الاطلاق. وعد حاجز المية مليون جنيه مصري طبعا وقتها. في نفس السنة كان امير قرارة بيكمل مسيرته عشان يقدم تاني افلامه وانجح افلامه على الاطلاق فيلم كازابلانكا. المتوقع يتعمل له جزء تاني. الفيلم اللي كلنا فاكرينه وطبعا فاكرين كل كلمة قالها كل بطل وطبعا مع المخرج الكبير بترميمي. وكان بطولة نغبة من النجوم ومن ابرزهم طبعا اياد نصار. وبرضو حقق ارادات عالية جدا ونجح على المستوى الفني وعلى المستوى الجماهيري. احمد عز بقى بينفس كمان نفسه وينقدم فيلمين في السنة دي من اروع افلامه. فيلم الممر الفيلم الوطني اللي يقدم لنا افلام الوطنية بشكل متميز جدا. وبيعمل ولاد رزق اتنين عشان يبقى اصاد الفيل لازرق اتنين ويبقى بيرسخ لنجومية البطلين احمد عز وكريم عبدالعزيز. في الفين وعشرين سنة الكورونا الافلام كانت قليلة. لسه بغداد نجح منهم. للنجم محمد امام طبعا. وكمان صاحب المقام عشرين عشرين ما تعرضش في السينما تعرض على المواقع وبعدها نزل على السينما كم يوم عشان قاطر الكورونا وقتها بس كان من انجح الافلام. الفين واحد وعشرين السينما بدأت ترجع بالتدريج تاني وفيلم برا المنهج عمر سلامة بيرجع عشان يقدم لنا التحف الفنية بتاعته. مع النجم مجد الكدواني وكمان العارف احمد عز بيرجع للتقلق تاني طبعا. كل مرة دي بيشاركوا البطولة احمد فهم في دور جديد عليه. وفعلا كان على قد مستوى التوقعات. وفعلا الفيلم بينجح وبينجح المستوى الجمهير والمستوى الفني. كمان المخرج احمد الجندي بيرجع عشان يعمل لنا توليفة جديدة. فيها بيوم وفؤاد وفيها مجد الكدواني وسيد رجب وفيها امينة خليل ومحمد سلام. والفيلم بينجح على مستوى الكوميديا جدا جدا. بينجح فنيا وجمهريا برضو. الفين اتنين وعشرين بيرجع يطل علينا النجم احمد حلم في فيلم ناجح فيلم واحد تاني وكمان بيه ترميم بيقدم لنا من اجل زيكو وتوليفة جديدة وحلوة. واخيرا بقى النجمين الكابرين بيلتقوا. كريمة عبدالعزيز واحمد عز وده الحدث الرئيس اللي حصل في الفين اتنين وعشرين عشان يعملوا ارادات تعدي كل الارادات اللي فاتت مع بعض بقى المرات دي فيلم كيرا والجن. ما انه يكون الفيديو عجبكم. قلونا في التعليقات من وجهة نظركم الترتيب لاحسن عشرين فيلم في اخر عشرين سنة او احسن عشر افلام في اخر عشر سنين. ده الفيديو كمان اللي هنعمله قريب ان شاء الله. كمان هنعمل لكم عن الافلام الكوميدية بس فيديو الواحد وفيلم وعن الافلام الاكشن بس فيديو الواحد. تصيركم في القناة وفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واستنونا في فيديوهات الجاية. السلام عليكم.